السلام عليكم في برنامج الفوتوشوب يعتبر التحديد هو العمل الفقري للبرنامج فدائماً المصمم يحتاج التحديد من أجل الرسم أو قصد جزء من الصورة أو تضبيط ألوان جزء المحدد وغيرها من الأوامر المطلوب تنفيذها على هذا التحديد ففي قائمة الأدوات يوجد 9 أدوات للتحديد موجودة في ثلاث مجموعات بالإضافة لقائمة كاملة في الأعلى هي قائمة سيلكت خاصة بأوامر التحديد فهذا أكبر دليل على أهمية التحديد في البرنامج جميع أدوات التحديد تتفق على أمور أساسية فمثلاً لو اخترنا التحديد الدائري بزر الأيمن على المجموعة الأولى ونختار التحديد الدائري أرسم هنا التحديد لو أردنا أن يكون التحديد الدائري تماماً نضغط مع مفتاح شفت من لوحة المفاتيه بعد عمل التحديد الدائري لو أردنا أن نضيف تحديد آخر على هذا التحديد فهو عن طريق مفتاح شفت أيضاً فكما نلاحظ أصبح المؤشر يظهر رمز زائد بمعنى أن الآن سيضاف التحديد على التحديد السابق ونستطيع أن نكرر هذا الأمر متى ما أردنا دعونا نضيف لير جديدة من قائمة الليرات ونختار لون من الألوان ونعبّى هذا التحديد بالاختصار Alt Back Space حتى تشاهدوا كيف حصلنا على هذه الرسمة لإلغاء التحديد نلغط على أي مكان خارج التحديد أو عن طريق الإختصار Ctrl D فهو إختصار D Select أي إلغاء التحديد أما من أجل تنقيص التحديد فالمفتاح هو Alt وكما نشاهد أصبح يظهر أداة ناقص يعني أن التحديد هنا سيتم تنقيصه على التحديد الحالي نعبّى هذا بلون مناسب ولا ننسى أن نضعه بطبقة جديدة لسهولة التعامل معها مستقبلا الموضوع نفسه تماما مع أداة التحديد المربعي الإضافة على التحديد مع أمر Shift وتنقيص التحديد دائما بأمر Alt حتى نكون منصفين مع أدوات التحديد فأعملها دائما لمعالجة الصور وليس الرسم فللرسم أدواته التي سنأخذها مستقبلا مع أدوات الأشكال فلو فتحنا الصورتين الموجودتين معنا في المرفقات من File ثم Open أو الاختصار Ctrl-O ونقوم بفتح الصورتين هذه الآن نقص جزء القمر لنقله إلى الصورة التالية نختار أداة التحديد الدائري فهي الأنسب للتحديد ثم نقرب قليلا الآن عن طريق التحديد الدائري نحدد عليه لكن أحيانا التحديد يكون بعيدا عن الموضع فهنا يأتينا الاختصار الجميل في أثناء الرسم عند قيامك بالتحديد متى ما ضغطت على Space وحركت بالفأرة ستجد أن التحديد يتحرك معك حتى تعيد تموضعه تترك المسافة حتى تقوم بتكبيره تعيد ضغط على Space مع التحريك حتى تعيد تموضعه وهكذا حتى تحصل على التحديد المناسب عند الانتهاء تنقله عن طريق أداة Move Tool للصورة التالية نضغط على V لسرعة نقلنا لأداة الموف تول ثم نسحبها للصورة التالية نصغل من حجمها عن طريق الاختصار Ctrl T ونحركها للمكان المناسب ونخفف من شفافية هذه الطبقة لو أردناها أكثر واقعية ترجمة نانسي قنقر